المفاوضات والسياسة الخارجية لإسرائيل والمقاطعة لها والعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية كلها كانت عناوين مناقشة للمشهد الإسرائيلي لعام 2013 بعض المراقبين والمحللين لما وصلت إليه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يرون بأن جولات المفاوضات المستمرة المغيبة بتفاصيلها كانت وسيلة للحفاظ على الوضع القائم عند أطرافها إضافة إلى الطرف الأمريكي الوسيط التوافق هو مش على أهداف المفاوضات وإنما على استمرارية المفاوضات كل لهدفه السلطة الفلسطينية في عندها أهدافها مثل استمرار الوضع القائم حفاظا على وجود السلطة مثلا وجود السلطة بحاجة إلى دعم مادي وهذا الدعم المادي مطلوب تنهار السلطة بدونه ومربوط في استمرار التفاوض إسرائيل لا ترغب في التواصل والاتفاق أفضل حالة لإسرائيل هو الحفاظ على الوضع القائم يعني توسع بالاستطال ازدياد في السيطرة على الأراضي الفلسطينية ارتفاع في عدد المستوطنين استغلال الاقتصاد الفلسطيني يعني أسوأ حالات الاستعمار والحفاظ على الوضع الأمني المستقر طبعا التقرير الذي نشره مركز مدار يناقش أيضا المشهد السياسي الحزبية لحكومة نتنياهو إضافة إلى السياسة الخارجية للاحتلال الإسرائيلية لكن القادمين من فلسطيني الداخل ينقلون ما يرون وما يلمسون من عدم اهتمام فلسطيني الداخل بما يجري بملف المفاوضات وهما كان واضحا وجليا بسبب عدم معرفتهم بتفاصيل ما يجري الاهتمام الداخل بما يجري بالمفاوضات هو اهتمام متواضع جدا وهو لا يتعدى نخب سياسي مختصة معظم الداخل أنا بأعتقد أنه يفكر بحياته اليومية على المستوى اليومي عندما يجري الحديث سياسيا طبعا للكل هناك أمال وطموحات ورغبات أن تستقل فلسطين وأن يعود اللاجئين لكن السؤال هو بالممارس اليومي ماذا تعمل الهيئات والمؤسسات وكم هذا الموضوع يستحوذ على ذهن الناس في الداخل أعتقد أنه محدود إسرائيل لاحظت أن هناك توجهات نحو مقاطعة إسرائيل هناك تحديات إقليمية هناك التحدي على الملف النووي الإيراني هناك ضغط دولي لتسوية الموضوع الفلسطيني كل هذه المشهد الخارجي والدولي والإقليمي التي تعيشه إسرائيل بكل مركباته وتحدياته بالنسبة لأوريا الإسرائيلية فرض عليها أن تدخل في جولة مفاوضات جديدة وأن نسميها جولة لأنها قد تلحقها جولات أخرى قد تتوقف وقد تعود ويشير التقرير إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام أو اتفاق إطار ستعزز بعد مخاوف إسرائيل من الانزلاق إلى دولة ثنائية قومية إضافة إلى العامل الشخصي المرتبط بشخصية نتنياهو المستجيب للضغط والقابل لتغيير مواقفه كما يوضح التقرير جهاد قاسم تلفزيون وطن